اشتركوا في القناة والاحداشر يعني عندنا اربع امتحنات ومعنا الاسازة هيندي طاها وجمال الفيديو ده ان فيه اربع قطع فيه معلش ممكن يتجاوز ساعة ونص يوصل لساعتين يوصل زي ما يوصل انا شغال معك بحيس هدفي تفهم مش هدفي التايم خاصة انت على اليوتيوب طلب الاساسيين مع المسترز على منص السوبر اولاين او السنتر استلموا الملزمة اللي هي بفضل الله مطبوعة وانا بكلمك دلوقتي هما كانوا 420 جملة واصنهم ل540 جملة هتقبل مشاكل وانت في الملزمة احيانا فيه خطأ في التركيم ما تفريش معاك يعني ممكن تلاقي الرقم ناط الرقم تكرر مش فارق بس الرقم اللي موجود هنا هو اللي نقاصد اخليها على الصبورة حتى لو ايه فيه خطأ صغير في التركيم سايبه زي ما هو اتنين بعد القطع الفهم اتعبنا يعني طالب زي منا محمد اسمه السيد كان مصور الحاجات ده اولا ما نازلت على اللاب بتاعه فانا اشتغلنا واكتهادنا وكتبناها ففيه بعض المستيكس عدهانا احنا ما هم اساسا النظر العاملة النظر العامة الشغل لنا حوالي ما يكرم من نقوله 99 ونص كمان كلها حاجة بيرفكت الحمد لله اخطاء بسيطة يعني في قطع فا اتعاد عليه ده واختنا والله لقد معنا خملنا اتعاد على ايه تخيل فيه ترجم شبه بعض زبطناها يعني فالحاجات مش هتيجي بالنصة تبقى قريبة منها نفس الفكرة المذكرة استلمناها من 12 ستة اولاد وده قريب جدا لان اصبحت المذكرة بتاعتك ايجزام نايد بابدأ ابص عليها عشان تكون البصة تانية ليلة الامتحان ان شاء الله وان شاء الله المستر معاكم لقد ما نخلص المهمة دي على خير بالسلامة ان شاء الله بالنسبة لبعض الزملاء وبعض اخوانا مؤلفي الكتب الخارجية قالوا لي ان الامتحان هيبقى ان شاء الله في الغالب في الغالب برضو جائما الكلامين في الغالب عشان ما يبقاش في المغفاجات تمانية واربعين نقطة من خمسين درجة تبتيجي ازاي يا مستر التمانية واربعين نقطة عليهم خمسين درجة ازاي يا مستر انا اقولك بقى هتبقى في الغالب درجة اولاد ترانسليشن ازاي يا مستر ازاي مستر الدرجة اللي هي عليها درجة يبسقها على درجة ونص ودرجة ونص يبقى ترجمة عليها تلاتة من الانجليز العربي وتلاتة من العربي الانجليزي يبقى كده نتأكد ان الدرجة تبقى من خمسين. دي مقدمة كان لابد منها. وانا معاكم. اي جديد انا معاكم فيه. وده في الغالب اللي تخش في اللجنة. خلخص كلامك يا مستر. يبقى تمانية واربعين نقطة. كله يسأل على الدرجة. قد يكون النوفل الدرجة بدرجة ونص. يعني اللي تشوف ازا تعمله صح. هتاخد في درجة ونص ان شاء الله. بالتوفيق يا حبايبي. وبالتوفيق في الفيديو الجميل ده. وربنا يعيني ويعينكم. ان شاء الله نبدأ وستاذة هند بالروحة كده. اول جملة جميلة. بتقول ايه? ها? يعني معنا معوق. مش كده ولا. بعد الحرب الاهلية. اسمها سيفل ايه? عايزي هو هنا. ها? صحيح. والصراحة. يبقى هنديكاب ده. يبقى نحفظها. ادأ والوحدة جميلة. معنا معوق. وما تنسوش كان ليا جرامر جميل. بيعني عوزه في التلاجم. ذا زاد الصفة. تحول اسم. يبقى معقول معوق. المعوقون. ذا. دس. ايبول. ما يجب علينا فعله؟ ذا. دس. ايبول. يقوم بذا. يقوم بذا. الجملة الثانية جميلة. سا ستودان. ها? قلت لعلمه. هل يمكنك تضعي افيفور لأي؟ جميلة. كلمة افيفور يبدو افيفور. لا تستاذ افيفور هنا. مكتوبة صح. ساعد بتكتب بطريقة تانية. فا. بص كده. فا. بص كده. فا. امريكان وشغل بريتش بقى. هلا? يبدو افيفور. يعمل جميل او معروح. جميلة. اللي جاية جميلة. هاها. هاها. مذهل جدا على كل طلب بمفهم عيالي. لكن هما مرة شفوها في قملة grammar. اللي هم توجبين الوائحين الخاص باكرة. قملة قملة. ا racistي قملة قملة. حاها. او افيفور. كانت قملة قملة قملة. سيعرن معي. وفانها. وانت البخاص ، تخلقات باكرة. قملة 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 قملة. لأن حقائب وعمل مفرد يبقى هنا موظفي الجمارك شولي جميل وأنا مقتنع بيه أصلاً أمش مقتنع بيه مش هتعب أعمل لك فيديو ساحتين أنا عارف إنه دي جديدة على كل الطلبة أنت أخرى كمس كاستمز يعني عادات وتقاليد هنا كاستمز أوفيسر موظفين الجمارك وده مخرج عالمي إسمو ستيفن سبيل بيرج ما له ها ؟ زين إيه؟ عايز موذي يا هميس أنا فهم أنا أصبرت دي تي أنا عارف ده جملة زماري رايت كان يجبها والله العظيم ولكن لك استردم أفتر أجيشيال مين يا ولاد؟ ثين وعمل باست بيرفكت باست سيبل حقا لكم على مفاجآت دي شرحها العيالي أحلف أحلب بالله أعطلوه منا كونجنكشن زي أنا أن فيك روابط باست سيبل مع باست السيبل من نوم ذين دي تي والنيكس تخد الجامدة بقى افتر ووردس فيما بعد اشهر جملة شيكلين دي زافلات عند هادا شاور افتر ووردس افتر ووردس ما كانها في النص او في الاخر الجملة يا حبيبي والفعالين في نفس زي ما بص سيمبل يبقى فيه رابط زي زين ده ممكن اشيره ويبقى بصت مع بصت وكان في المنج اللي قبل قبلكم اسمه بص اليدا وهي بتكتب يا ولا افتر ووردس على بعضها على بعضها او الله بيبقى بعدها يما في الاسطاب يديجي في نص الجملتين عادي عادي مبروك عليكي بذن بص سيمبل بص سيمبل يا سيدي رابط حدث اول وحدث ثاني بس المشكلة الفعالين في نفس الزمن اخش يا مش هنا في كلمة association جميلة the British Medical Association association يعني منظمة او جمعية الجمعية البريطانية الطبية Is Campaining مالها؟ تكون بحملة فور a complete ban on tobacco advertising عايلة لتحرين إعلانات البغاية طبيكو جميلة يا جماعة يحميكوا ربنا تمام لا توجد صفة بدون فاربتو بيوم حبيبتك ولا تقوم بالفُر يبس نحن بي رسمنزبول فور أقول بايلوتس هه سفتي يعني أمان مين الركاب جميلة وادية شهور يبق على طول ميك شور يا اخوانه ايديامس جميل اتفاضلي ايول هه فقط لتأكد ان اطفيت الفرن جميلة منك وهذه كلمة جميلة اسمها ديستريكشنز يا جماعة وفيها اس يعني عايزة مني فين هنا؟ تو ميني و تو ماتش تو ميني مع الكاونتابول تو ماتش انكاونتابول تفضلي بيقول ايه؟ اي فايند؟ شكرا على تشتتات يعني جميلة زمني ماله مفرد يا جماعة بس ايه باسف يا اطولنا بس ايه كمان اف حالة اولى فين ويل يا اولاد؟ يبقى قول بي ستولن يبقى اجابت صح مية في المية اتفضلي زمني ها؟ يبقى اف يو ليف زمني ذير زمني ويل بي ستولن اف حالة اولى بس مامنية باسعب ليش الطال لي جدعان اللي بعد احلى زمان ماله ها؟ لا بصوا طالما في فربي يا اولاد يبقى في اكشن هو على طول فين هو موجودة؟ موجودة هو اهو اهو هو كيم فرست ها؟ موجودة ها؟ موجودة ها؟ موجودة ها؟ موجودة ها؟ موجودة ها؟ لانها صفة والصفة اللي يضاف اللي هي قس ايه الجمال ده يا اولاد؟ اللي بعدو باثروم كليرلي استنيني بقى؟ ليه؟ عشان فيه قذوه بردو 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 ايه كان يبنا عايز مدرع تام عادي ولو باسف لان داما بربط البرزنت بالبرزنت برفكت حدث لسه حاصل في التو او في الحال ايه كانت تفون مي بيرانس ليه؟ بكوز ايه ها فلصت مي موبايل فون اس حيوال اخليك جدعة اتفضلي باثروم كليرلي ها؟ ها؟ ماشي شايفة شعراء انتي في الصبونة يعني اوكي طبق ده يعني 277 جملة فيها نوع من انواع الدكشن لان اخوانا الفلاحين بيباليهم لبس مميز عن اهالي المدن فهو بيقولك اكيدوا من هزي الفيلج يعني اتفضلي ها؟ 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 لبسه متراز قديم موضة قديمة مش متابع الموضة يعني تمام استنتاجها لحد ما مش وحش تمام اوائز كونسيومر ها ها؟ ها؟ لا ده انتي عايزة هنا حاجة اسمها باسف كوزدف استيجتس دي اولادي يا حبايب هي هي هاز يببا انا عايز هنا فيربو تو هاف او جيت وده مفعول به فين التصييف التالت اهو كونفيرم او كونفورمد الاتنين بمعنى واحد يؤكد يبقى على بعضها تاني بيقوله ها؟ 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 اه يعني اتأكد قبل ما يدفع فعلا فلوسه هو اتأكد ودي جملة من داركت الى انداركت بس صعبة ما عرفهاش اللي طالب شاف على قناة مستر حسن اكتب حسن انجار بس الفيوتشر وستمت وعيش حياته عايزه انت هو كانيون 3 اللي تلغى بس انت محتاجه في الداركت وانداركت لان الفيوتشة مش بوال ما نعرف اقل هكتبى وود دور على وود مش لاقيها طبعا ميندى فيه فيوتشر بي اس جوينج تو دور على وود جوينج تو مش لاقيها يبقى فيه فيوتشر بي يا استاذة بى مدارع مستمار جملة لندن وواتنسوها اي او لاندن هاده هادن هاده هاده لو او جيدا فديه يعتبر فعلا والأرانجمانت يبقى استيكينج بقت وستيكينج قبلتنا كتير جدا نخلي بالكم في التشويسز المستر اتفضلي هي طول دي مي حلوة يبقى تمروا بقت زينكي او زينكي دي اما الكملة دي جميلة على الانترنت وربنا بتلنا بي لان احنا كلنا بمفهوم المستر ساعات بنسيوا استخدام النت انه فعلا بيرهك عصبنا ويرهك ذهننا ومضيع وقتنا وصحتنا فحنا نتكلم على احدى ما ساو الانترنت اللي هو خلاص ما فيش غنى عنه في حياتنا نبدأ بالراحة يا سيزة هند انترنت ادكشن ادمان الانترنت خلاص دي كان يونيت عندنا في ثانية سنة والله اولاد مالو باقي اتيبكال خلاص وصلنا للمرحلة ان انت حالة نفسية وعصمية لو نزل لو اخدنا منك موبايلك هتلاقي عصبيتك ظهرت لي مشاكل اجتماعية تمام انفصال اسري ساعات وطلقات بسبب النت برضا التعليم انت عندك نوع من الوقت تشاوه بسبب النت برضا كاميل يا ميس كمان ايه اللهم جميلة منك والله انتو كطلبة محتاجونه عشان التعليم ما انت داخل اساسا عن طريق تابلت الامتحان كمان تعلم عن طريق الفيس تعلم عن طريق اليوتيوب تمام ديوتيوب معناها بسبب ديوتي يا ميس هنا ها ها أho سورشendra ظهرت عن العن pesticides they are educational or research needs غميلة ها صوتs and type of internet use may effect their information seeking behaviourto hahahaha بعض الأجهزاء يقومون بأن الإدمان يقومون بكثير من الأجهزاء الإدمان بينكوا كشباب أنتو، طلاب يتجمع بالزات كمان داخلين على هبل كميلي؟ أه؟ أه؟ فعرف هده الحرم الجميع يعني؟ تمام، كميلي كمان؟ لابتوب، كمبيوتر و كمبيوتر لابس بسهولة في أي كافي، يقش على الواي فاي، يقش على الكمبيوتر نكمل شونا جميل برضو، المرض بتاعنا بيزيد، يزودي بقى ذا فنومنان، هذه الظاهرة إز طواما المفرد استيتدتو بي أه؟ 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 تمام، إنزر ديلي، إنترنت has been associated with some problems for the users يعني 4% و1% مشاكل يوميا بسبب سوء استخدام الإنترنت يعني الدنيا مش سلكة كميلي كامل، استاظيات أه؟ كميلي، إنزر ديلي، استاذي، هه؟ أه، كميلي، أنجرد على المنزلين، يتظهر بأن العذiver المنزل يعتبر بأن العذر التواصل تصويت بشكل أكثر أو العثور، كما لا يقشل و إيجرد الإنتطرنت، كل من قسمة أكثر من الjäضرات نعم وقعت منهجك يعني انت باستخدامك وقعت منهجك وقعت كمان وعندك كمان انكزتي اللي هي القلة جاي من كيمة انكشس الى صفة هي ردوز تتعبنا منها مفيش تفاعل اجتماعي فلان مات منتش نازل تنزل تعاز فيه الهالم عندها فرع مش عايز تفرح مع الناس قعد ليلو نهار مع اللاب كميلي وقعت نوادي عايد البروتة في البيت معها الواي فاي ها ها إيرجولاريتي سوء التغذية وممكن تكون كميلي بعض الانترنت حالات نفسية حالات نفسية حالات في الوجود حاجات في الاقرار مشاكل حاجات في الاقرار مشاكل كميلي كميليكيشن مكتوبة صحة عندك في الملزمة اللي معاك كميلي كمان والاداية الدراسي كمان سوء التغذية سوء التغذية ايضاً 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 يعني الانترنت تخليك فعلاً توهم الوجباتك ايضاً 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 السوء التغذية ايضاً 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 أخيراً أخيراً حيث استخدام الإنترنت في مدينة عاملين مهم جدًا يوجد مدينة عاملين لذلك يجب أن يتحدث أخيراً على أحد المزايا للإنترنت يستخدم الأدل بطريقة راشنالية بطريقة معقولة أنا كمسدر لتابع أسئلة أطفالي على الفيس بستخدمه لتابعة الفيديوهات بتاعتها على اليوتيوب يبنى كده بستخدمه بطريقة راشناليزم عقلانية شوية نكمل شكراً على الكلام الجميل والقطع الروعة الصراح تحبنا الصراح يلا بنا أولاد أول سؤال بقى زرايتر يأكد أن إدمان هذا الانترنت مجموعة مش في مصر تعتبر مجموعة جميلة الثانية أحلى يقول ليه؟ مشاكل التحديث ما أشهر بين التحديات والمجموعة والمعارض يعني يخصص القطع لشباب الجمع بزت أحد مراتفات كلمة إنتر بيرسونال كذا مرة خدناها اللي هي مين يا مستر سوشال الله يعني تفاعل اجتماعي ده ما تيجي معه فعلا إنتر بيرسونال ريليشنشيب جميلة سوشال ريليشنشيب زباسيجها ستيتد ذات ده ويكنس الضحف العلاقات البشرية هيبقى سببها طبعا الانترنت ونوف ده بروبلمز كوز دباي ده انترنت ادكشن ادمالك للنت ضمن لعلاقاتك الاجتماعية حلوة قطع جميلة الصراحة اللي بعده ها احنا عنوال للقطع اللي هي The Internet Addiction Problems and Results حلوة جميلة 85 يلا بينا ها لانا ما كدش واضحة أو صراحة من التابلت اللي خدنا منه القطع هنخليها بعضا من مستر آد Using the Internet Asha راشنالي ماشي كده انت كده فهمت القطع جتلك يمينش مال احنا جاهزين فيش عجب تيجي بالنص ترجمتنا واضحة قوي في الامتحان ده اول ترجمة في بعض المجتمعات لا يحكم الناس على المرأة بشكل صحيح جميل او يعطونها الاحترام الذي تستحب عشان كده فيه حقوق للنساء اللي هي ومنز رايتس من هم النساء عندنا دكتور عيش عبد الرحمن ترجم الناس على المرأة اللي جابه واضحة خالص حلوة 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 شوف هنا ذا ريسبيكت يبقى ذا هنا عايز اناون مش ريسبيكت تفول بنيفعش ادي غلطة تمام هنا نفس الشي كلمة كوريكتلي بعدها هنا ايه بط هنا بقى كوريكتلي او لاني انا بيخيرني بين حاجتين دي واضحة وضوح الشمس نمبر كام سي ممكن يكون في حاجات بسيطة كفرؤاد بس انا يهميني تطلع بكلمة و جملة الجملة التانية جاميلة بيرانس لا جملة الصراحة قل مواصلهم مذكرتنا يبقى يجب ان يشجل الاباة والمعلمون الاطفال الصغر على الذهاب الى المكتبات تمام لاستعارة مش لاستعادة يبقى بره تمام وقرأة مش لاقرأة يبقى الجملة كده واضحة حلوة اما الاسز جميلة اول جملة كأسي بتقول ايه ان ان ناس ينها لقى الارجومنتاتف يميس جامل بيرسويسيف اللي هو بيرسويد كفيرب يبقى انا بقناعك بايه ها the writer is trying to او فين convince يا جماعة اهي حبابتك يا ولا الله يبقى ان تعرف كلمة بيرسويد بسو convince على طريق argumentative the reader of something نمبر ايه روعة اللي بعده احلى بيقول ايه ها which of the following sentences has the correct structure جميلة كلمة structure مين في هذه الجمل الجميلة لها تركيبة صح الصح هيبقى انت عندك زمن معظم الطلبة مدرسي يام نفتح بقولك اليوتيوب خش على future هتلاقي في اخر فيديو future perfect بيتكون من will have plus participle bye take a look tomorrow قبل ما نوصل لساعة 8 يا بقرة i will have sent استدوا بله اولاد من حاجات اللي مزعلان اوي وانا براجع بنتي وقفت الحصة عشان جملة زي دي قالت هي بص will will have sent وقفت لي بقى ليه مش هاز اطلع عشان will وكانت في may may have ولسا may has انت عارف may و might can we could will or would عايزة infinite وزود تو يبدا اسمه future perfect بتكون من will have والتصريف التالت هنا بقول لك sent ما يفعش sent صح ولا هنا بقول لك will have sent محفو i will i have sent لا لازم اقول will هنا مش موجود يا جماعة هنا future simple انا عايز future perfect ليه كلماته ان و باي و بي فور و باي دي اهمهم طبعا باي زائد future اطلع future perfect باي 2050 اللي عيش 2050 ساينتست علمائي will have discovered a cure for cancer ابدأ by cure for cancer يبقى cure for cancer will have been discovered جميلة الجملة دي future perfect يا سلام امتحان الوزارة 2021 وبعد دعب يا مستر ورتم حلو يا ولاد والله دخلنا على internet addiction طلعت باحدة زياء ادراج ايه بقى addiction مالهى ها is not a recent a phenomenon انا هي مفرد لسه ظهرة في الكتعة جميلة among some sorties of youth كميلي برضو ها but it has increased nowadays to some دي ايه بقى عندك كلمتين جودات كلمة ادراج addiction ادراج 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 اللي بعدها نبيل فاروخ انا بتكلم على النوفلز بتاعتو مالهى يا ميس هنا don't see him as one of the best writers of detective and the science اه يبا وضعت له مكانة بين الروايات العظيمة لو وضعت له دي ديكتف ستوريز يبا كصص بولوسية واعتنسها جد في ترجام عبليكية جمام دي ديكتف ستوريز جميلة number 91 وينيو ها are nervous وانت عاصب ايه حبيبي كامل من الادق ونصيحة لك والافضل to do exercise as a way to ease خلي بالك منها كمة استرس اللي عرفينها واللي جاي sociable تفضلي شخص اجتماعي people who are sociable don't find it difficult to deal with استرس هلو خلي بالك وكتعوتوا جميلة جاي في السكة دراتي اصحولوا شوية كده يلا number 93 لأول مرة لأول مرة لأول مرة لأول مرة اشوف orbitz كناوين خلي بالك جملة صعبة الكواكب تكون على مدار ثابت وآمن ده معظم الكواكب اما cometz دي حاجة تانية خلص النيازك والشغب والاسترو كواكبات زغيرة مش على مدار ثابت وساكن فدي هنا ناوين صعبة orbitz هنا كناوين شو في الجملة كده من اول تانية ميس هنا the planets are on safe stable orbits خلاص جميلة ودي بقى جميلة position بقى اللو يوضع في مكان ما in a good position i can't start a new business these days i am not in a good position for this مش قد المكان دي الصراحة اللي نبدأ البزنس في الايام دي بالزات حلو اول جملة دي experience يا جماعة ما تنسهاش بمعنى خبرة وهنا كاكاو انت منوين مواقف حياتية مواقف situation زينا كاو انت مواقف the little boy suffered a lot after his parents death in a horrible experience يعني في تجربة كانت قاتلة بالنسبة له اما ديبلومت ما تنسهاش بيمثل دولته في مكان ما working as ديبلومت in a foreign country for 15 years and reached him to be a good ambassador حلو ambassador اللي هو سفير الله بيفور هنا بيفور معاها باصي سيمبل شن الفاعل بقى الجيرانت يبهناك وانا مغمض 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 نفسي يا أولاد هاد بالليف والله قد اخترتها لوجود فور بس ما يفعش عشان ووجود فور عباوز الدنيا وخليها present to perfect continuous المفروض باست perfect continuous بس مشاهد لفده خلاص مثال جميل او بيولي before moving to the city Mr. Camel had lived in a village الوى الكلام والله اما this house is new nobody وهذا البيت جديد present here nobody اوعد only nobody ولا never ازعل وما الممكن اختار مين ever هلوى تمشي nobody مالو has ever stayed in it before محدش قعد فيه على الاطلاق لما يفعش never عشان nobody شوطر اللي بعده احلى بيولي ها I really made a mistake أنا استني بس ده طالما شفت مستيك فور هويتش بتساوه why اها جميلة فورويتش I apologize at once جميلة my uncle has three sons بس 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 هو عنده ثلاثة لو اتنين يا استاذة هند كنونا بوث عشان هما فول اتنين اطلع على مين اول عايز اقولكو على حاجة في الغالب بوث دهانة فيها نايزر وقول دهانة فيها نان للعلم يعني لانا اكتم اتنين all of them all of them go to the same international school بس هنا all of them جميلة حبيبي تمام عشان اكتم من اتنين three hundred and one نحتفل بone one 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 يلا بينا ذا بيزا ووز كميل يا ميس هنا يبسو adjective جميلة منك الله انا من غير مختار ألس يلا بينا ألس وحلوتها the lawyer ها want to help you in this case هيساعدك في هذه القضية مش هيساعدك ولا هيساعد لا مش هيساعدك إلا إذا ألس you pay him half of fees ما يعرفوش فيز أتعابه تيجي ما أتعاب المدرسة school fees على فكرة أتعابه إنما salary مرتب شهري monthly payment إنما wage أجور عمال إنما المحامي lawyer fees جميلة أول مرة تشوفوها كانت في المنج اللي قبل قبلوك يقص الشجر يساو ده أنه يهز في شعره بير باسم trim والبست trim معناها يساوي الشجر ويقصه بطرقة جميلة أو يساوي ده أنه وشعره شوف كده I didn't have enough time to trim the grass grass اللي هو اللي أنا فعلا أوص trim 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 أوص الحشاش والأعشاب so I had it trimmed يا جمالك أنت trimd حلوة number four the accused man الرجل المهتم أصر على خلي بالك هنفي بـ don't يبنط to يبنط to إيها talk unless his lawyer comes جميلة الكتعة بها تكلم على junk food اللي هو fast food هو من الآخر health or unhealthy unhealthy هيرفع لك يجيب لك مرض بوحش أو زي diabetes ومشكلته كمان ممكن يسبب لك overweight ومشكلته كمان اللي هو زوردك fats اللي هو الأكل اللي بتأكله من ماك اللي هي ماك دونالد أو بيت زهات أو شيف سيهاد فأنا بتكلم عن حاجة غير الصحية وانتم صممين عليها يبقى دا حاجة فينا مش طبيعية الصراحة في نظام كلمة اسمها nutrition التغذية بتاعتنا احنا عندنا كوارث في التغذية على فكرة الكلام دا يا جماعة والله في ثانية سنونا جابلهم مقالة بالنص رأي تنسي بوحش رغم ان اكل الطعام جميل ولذي فاست فود و جنك فود لأثار سيئة يالا بنا تتكلموا على ما سوقه اول نقطة فاست فود نفس المطاعم او البيسكوت اللي انت بتاكله اللي هو فاست فود يعني ليش كريمة غزائية للأسف بالعكس لفي كريمة وبيزود لك بق حاجات كلها ضد الشرايين بتاعتنا والدم كميلي حلوة لاتخزيها جميلة عكسها يا ولاد مال نيوتريشن مال نيوتريشن على بعضها هاي زيز فود هاي ماشي ماشي يا مستر جميل كلامة اتس منيو هاي القائمة طبعا اللي هي تشتمل الطعام السيئ زي مالذي 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 اللي هو حاجات ايه؟ زي البطاطس يعني نجميلي جمال اللي هيك زي الكوبيبة كده يعني قصدو كده يعني بيتزا الله مشروبات زي كولا وزي بيبسي ها فور اكاربوناتد درنك ايتيه هذه المشكلة يأتي بشكل كبير بشكل كبير شفت نيجاتف هنا حاجات كلها سلبية اند اللي لها مسويها المعروفة نكمل يلا ها ها جنك فود هنا بيوشي فάست فود حلوة جميل بكاز اللهم الصناعيين رجال الصناعيين رجال صناعة زي جوهينة مثلا منتكاتهم كده تمام المنتكات اللي هي فاست فود برضو مالهة ام ينظر اضافات ومكونات كتيره يجب أن تنقل لك صراحة طعم الأزيز يجب أن نختم هذا ميزة أخرى ولكن هذا كل هذا مشكلة صحية في الآخر هناك في مرحبا و لا يمكنك تنتظر لكي أكلم يجب أن تنتظر لكي أكلم يجب أن تنتظر لكي أكلم يجب أن يكون لكي أكلم يجب أن تكلفته أقل لو دخلت مطعم وتستنى أكلك صحي يستوسع والفناديق العالية على الأخرى و نتذكر ذلك إنه مخفض لكي أكلم لأن هذه الطوابل الجميلة التي يضعها تتنوع بقى الصراحة بطريقة كبيرة أهمها بقى أبستي لها السمنة وغير السمنة بقى ستجد السكر جاي في السكة رب نعافي الجميع تمام فاستفود مالو يزود الوزن يزود الوزن مالهوم 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 نسبة مبهرة في المخاطر التي توجهها 80% أعلى من أي حد يعني عندك الصراحة مصير للموت أعلى من أي حد في كوارسك الصحية نكمل يمكن أن تتحرك مالهوم للاسف تكون كلود و ختامة بغض النظر عن المزايا خلي بالكم مرجين مهمة عكسر تفكرني ببصص و كونز و ادفانتج و ديس ادفانتج و او بصائد و دونس ادفانتج نتقى مستر أرفع لك ثانيا نتقى مستر أرفع لك ثانيا نتقى مستر أرفع لك ثانيا شكراً أول سؤال لأنه حلوطه تستي أعتبت تستير طعم حلب كلمة سبايسي وسبايسي وثانا فهذه أول حاجة جميلة هذه ميزة الميزة الثانية تفضل بيقول مرادف كلمة ميزة مداخل كمت عكسة أو تبوت حتى الحمد لله واضحة المباشر لا تقول لك أمسي يا أولاد السداء مرات لسأل دي مرات مزايا وعيوب الفاست فود إجابة جميلة لما هو تكلم في الآخر عن بعض المزايا نمبر 308 وان أحاس أنهم أتقال كلهم يعني هو قال إتسي شيبر وقال تيستي برضو وقال مثلا إتسيبز تهمهم كدهي لأضك شوي ماشوها يا أولاد اللي بعد أحلا بيقول ليه باسف سايت باسف سايت باسف سايت تمام باسف سايت إنما لم يذكر كمة إيه دقف البصر ما جاتش غالص يبقى دي اللي صح ترجمتنا برضو مباشرة وجميلة يجب عليك أن تكون كمة فليكسابول صفة جميلة إنهم منها فليكسابلتين كافية بدرجة كافية لتغيير خطتك في الدراسة والعمل إذا الزرور دي جميلة كلمة اسمها سايت بس فين الصح يا مستر الصح واضح اللي هي نبرا كام سي يو مست بي فليكسابول انف تو تشينج يور ستادي اند ورك بلانز اف سر كمسانسز اتشينج يبيني يو مست حاجة حاجة حاسك ايه لتزفري نسيسري ما يفعش قول دونت هفتو ادي غلطة وبعدين يو مست بي تو فليكسابل لا ت بي اه فليكسابل لان فليكسابل هنا صفة بوزيتب تاخد انف تو ولايس تو لان تو هنا تيجي مع الصفة السيئة ازاي تو هات و دو ديفيالت ترجمة كلها السرحة اللي بعديها بيقول ليه إذا السويس كانم Is the greatest water way between the east and the west and an important source of national income كله صحل الصراحة يعني حتى كلمة national income جميلة الصراحة يبقى الإجابة واضحة كناة السويس أها أعظم ممار مائي بين الشرق والغرب دي ترجمة مفهاش مشاكل خالص أما بالنسبة للأسي ومشاكله البسيطة يلا بينا إنترودكشن أي إنترودكشن لازم يكون أتراكتيف ده حتى ما يسمي فيها topic sentence اللي هو hook sentence اللي هو draw your attention وممكن summarize تلخص What I am going to write about يبقى اسمها introduction الإجابة A and P ايه أنا هنا اللي استراحة short no longer than a paragraph hello introduction Focus on AC question يعني هي مركزة في الأسي ممكن أعرض السؤال مثلا وممكن أجيب جملة خبرية statement with title or topic يبقى دي الإجابة اللي تشمل كل حاجة A and P none of the above دي إجابة مستبعدة خالص أوكي؟ يبديت إجابة جميلة ها introduction اللي بعد which of the following sentences has the correct punctuation أنا عايز هنا punctuation punctuation في جملة grammar كلنا عارفين نوصونر زيان وهارد ليهوان وسكرس ليهوان وبر ليهوان من كلمات زمن اسمه بسطي برفيك يبقى أوضح واحدة حبيبي الأولى مروه هاد هارد لي فعون دي زماني وين شيري بورتي تبليس الله بمجرد أنقاء من مجرد بمجرد إن هي مروه لقت المال بل لقت الشرطة ما ينفعش أقول إيه مروه هاد هارد لي فايند لأ ده هاد عايز التصريف الثالثي بقى فعون دي بدي الغلط اللي هنا يا جماعة لو مش عاد بالك ما ينفعش أقول مروه هارد لي هاد لأ هارد لي بين هاد والتصريف الثالث هنا قال لي بقى ذن لأ لا ذن تنفع ولا ذن تنفع ده يا مين هون هي اللي صح شكرا اللي بعده هواة إزاي ها بس تأسي طوبك طوبك يعني أحلى عنوان ليه فعلا أحلى عنوان يا جماعة لموضوع طويل خالص هب عن التوريزم بس التوريزم وإيه وجمالها وحلوتها في مجال جميل قوي الصناعة توريزم اندستري يبقى الموضوع عن توريزم إيه اندستري واسمحوني نعرى الموضوع كله بقى السؤال الثاني هاة هاة هنا عنوان المقال يبقى العنوان عن صناعة السياحة صناعة وسياحة هاة خش الفندوق الفرنيتشر اللي موجود في الفناديق ما ينفعش خش شائتي خش عليها فندوق هتلاقي المطاعم اللي فيه مكتوب الهيلتون على الاطباق نفسها الاثاس نفسه النجف نفسه الديكور نفسه ما ينفعش بيوتنا يبادي صناعة خلي بالكم تعال نرى توريزم هاز الحمد لله أصبحت من أكبر الصناعات في العالم حتى المباني نفسها لها مختلف عن بيوتنا التقديرات التي يستمت سجست مليون يعني تتكلم على مليون من ناس تمام مالهم يتحرك من مكان المكان ويعلم يوصلوا لا عالم خطير ويزد واحد اللي هرهابيين بيستغلوا وجود سيوح عندنا ويضمروا إحدى الفنادي أو البانسيس كوارث بيبول مينوت بي منطية الشرق الأوسط بقت ممنوعة بالنسبة الأمريكان ها؟ ها؟ ها تقبل الديزاستر كارسة ديزاسترس يعني كاريت لي هنا يبقى أنا بتكلم على توريزم اندستري دا سؤال في منطقة الرواعة في المتحان العاشر حبايبي مباشر بقى وجميل الصراحة بس في جملة من دهب دلوقتي بحال العاشر هميس كده اللي هو قبل الأخير في فيديو النهاردة ما تبكى حبايبي نصف ساعة جميلة ركز فيها يا أول جملة الصراحة يقدر تفضلي الجملة بتقول إيه؟ ها؟ قدروا دور أطبانا والنورس في كوفيد-19 تمام؟ النهاردة عندنا حتى القطع اللي جاية عن كوفيد-19 تمام؟ اللي جاية أبلاي هتقول لي يا مستر هديك شايف قدام عينك فور يتقدم لوظيفة مثال بسيط تفضلي شي قدروا الوظيفة اللي معروضة لهذا المشروع أما أنفرسري وعتنساها الزكرة السنوية جديدة خلص يالله ها؟ 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 ماشي يا مستر أما؟ نمبر 18 سيندينج يميس هنا ليترز اتفضلي رسالي الليترز مالها؟ ها؟ موضة قديمة يحميك ربنا زا تربل اكسبلوجين اللي انفجار مالوش حل يا جماعة تسبب بسبب تسريب لتنك البنزيم تقريبا ليك وعا تقول لي لاك لأن دي معناها بحيرة اتفضلي ده تربل ها؟ ها؟ الخط الاساسي حصل فيه تسريب اي شود طبعا consider لابد ان اعتبر myself lucky كاملي ها؟ ما كنتش في الوتوبيس في وقت الحدثة يبا اي شود consider myself lucky جملة بسيطة خالر consider يعتبر اسحبا خليك شاطر لان عندي كلمة من الكلمات الجميلة freelance يعني مستقلة في عمله اتفضلي مستر عادل حبيبي ايز ها؟ عايزي بقاس هنا اساسا مستقلة في عمله حر يعني كاملي ها؟ اتفضلي اشتعل في اي مجالة محد اشفت عليها مجالة معينة اما اللي جاية هل في لينك هنا في علاقة بين التدخين والكانسر يبا كلمة علاقة دي جديدة يا جماعة واتنسوها ده لينك بين السموكينج وكانسر كانت تحيطة عاملات 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 يعني تم اثباته في الحقب الأخير كلمة دي كايد حقبة والحقبة يعني عاشر السنوات دي كايد الله اي اسكيد يبا حول كلام من داركت الى انداء افك الكوز ب اف او او عتنسى حبيبي بالله عليكم الهدف هو تحويل الجملة الاستفامية الى جملة خبرية يبا ديت غلط وداز غلط والماضي هنا بيعشاء ماضي هنا سبحان الله زي الفل هاي يلا بينا اي اسكيد اتي تحويل الجملة من داركت الى اندائركت حتى بفور من غير ما تفهمها بيكون قبلها بسط برفيكت ولا مش معايا دلو انت عبان خالص يبقى ايوش لو كلامي بريزنت برفعه الريال باست والكلام باست برفعه باست برفعه باست برفيكت والمستقبل كود اوود طب ليه مش كان لمش ونحن قلنا لا يأتي بعدها مدرع مطلقا يبقى هنا ايوش اي هاد ايوش اي هاد شكرا ايوش وبعدها هاد باست باست بارتسبر الانترنت مستقبل ويفتكلم في فبريزنت ومعايا مين يا مستر ايز طبعا ومعايا مين يا مستر ايز طبعا وفورها يبقى الدنيا واضحة يستخدم الانترنت الانترنت مستخدم للنساء ويشب الى الانترنت العديد في جيش الناس لو كان عندي مثلا كنون هنوان في مؤشر زمني هو اللي رابطني إن شاء الله صح. هنا عندي أنتل. جميلة برضو من الحاجات الجميلة. وين I got? ها ها? To the party, all the food dots. So I was still hungry until I went back home. يبقى أنا يا ميس لما وصلت الصراحة الحفلة. ده الحدث الثاني. كان قبلي باست بيرفكت. والباست بيرفكت هو الحدث الأول لحدثين في الماضي. بس هنا مشكلة الجملة كانت باسف. يبقى الجملة على بعضها. تفضلي تانية ديها. بتقول ليه? When I got to the party. لما وصلت الحفلة كان في حدث تم قبلي. الأكل تم. انتهى الأكل يعني. لأن all the food had been eaten by guests. عن طريق الضيوف. So I was still hungry until I went back home. شكرا number 26. وصلنا لأحلى جملة دائما نقوله يا أولاد. So adjective that. أو So adverb that. هنا بقى جاب إيه? صفة يسبقها حال. وانت عارف الحال بيوصف الصفة. زي genetically modified. يبقى جملة جديدة وعملها وردة جميلة. كما كانت أهم ملحوظة في الفيديو ده. The new suit was. So wonderfully designed. That I couldn't take my eyes of it. مش قادرة شير عنها. من على البدل وحلوتها وجمالها. يبقى الحال يسبق الصفة. أو عطو عفوة أو Soch. لأن Soch هي ما عايز ناون. هي ما يسمى وصوف. number 28 يا حبابي سهلة خالص. لأن المفروض أقول هنا. زي ما هو وعد يبقى will. يبقى هنا لما قول lunch will be made. بدور على will مش لقيها. هالمشيها طبعا is going to be made. روح الفيتشات موجودة. يبقى الجملة تفضلي lunch هنا. He is going to be made by Meher. He has promised to do so. على فكرة هو وعد ينفس كده. ما ينفعش بقى will be made. لأن لسا الاكشن ما تعمش. هي دي اللي ممكن تقولها غبطت. بعد الشباب الجمال. بس عجباني برضو الجملة اللي فوقها. اللي بقى لكم منها. تمام. اللي بعده أحلى. Do you know? Do you know? This cake is made. الله. Do you know by whom? This cake is made. وبرضو باسف. كميلة. حلوة. وجملة استفهمية صريحة. مفعش أي مشكلة. Expect diet. زي promise. بيجو وراه will. صريحة. تمام. اتفضل. I expect. They will win the match tomorrow. مع ان الكلام ده قلنا. الفيوتشر ده كان يونيت وتلغى. بس لازم نذكره. عشان هو اساسا تابع الاكتف والباسف. هنخش بقى على يونيت. او سوري قطعة من قطعة. اللي حدثت جريه. اللي هي current events. عن COVID-19. كورونا بيروس. ليه سمت الاسم ده. اسم جميلة هو. ليه؟ لانها كلمة لاتينية. ده اول مرة نعرفها. تمام. وبتجاي من كلمة crown. اللي هو تاج نفسه. تمام. وانت لما شفت رأي crown. بيبقى فيه فقاقية. وزي كلمة ايه؟ اشواك كده. هتلاح حتى كلمة spikes. وهتلاح كلمة blobs. اللي هي بوع. يعني انت لما شفت تاج. بيبقى فيه فعلا. سه. وفيه بوعا في الاخر كده. اوكي. ده اللي بيحصل. تعال شوفوا كده. كورونا فيروس. ها. عجباني برضو. نيولي ديسكفرد. اللي هو هنا. صيفها. مش حال خلي بالك. ديسكفرد. تمام. إسم موصوف. ها. حلو. جميلي. في بعض اجزاء العالم. من ناسعية كتيرة كورونا. ها. 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 لذي بأس. يعني ادي التاج. ادي التاج. وادي بقولك. زي بالضبط الاسهم بتحته. تمام. ها. ها. اللي هي فعلا زي العصيان كده. نكمل. ها. ها. ماشي. ها. 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 كمية ها حمى كمان. ها. ها. اللي هو بيعتس يعني. مش كده. وإيه جمان ها. صعب بتتنفس. ربنا عافيكو يا أولاد ويعافينا يا رب. الفكرة التانية. ها. 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 جميلة جميلة ماشي اللي حاسس بالتعب على طول على الطب على طول ها اللي هو انت مش واسك من اللي عندك شوف واحد يحدد الحلقة بالظبط وأصدق كده ما تترددش بالإعادة هناك بعض الأشياء ها اللي هي بعض النصيح هساعدنا ان نحمي نفسنا والأسرة والأصدقاء وكل اللي في القاعة عندنا أول حاجة يا من الناس يعني حافظ على الصلاة وتوضى خمس بسرعة مرات في اليوم بالمية والصابون نظف نفسك يعني الحاجة التانية البحث كده حتى لقدر ربنا اللي هو تعالى كوعك تمام جميلة قوي جميلة جميلة زرارة أربعة أجل أجل البيئة هناك طرق تتخلي البيئة يخش جسمنا مثل ما يعمل تأثر في أي شخص لا يهم أين أنك من أجلسيتك أو من أجلسيتك ما يعمل لا تتذكر هناك الكثير من المساعدين هناك الكثير من المساعدين الذين يعملون لتحاولنا من المساعدين من المساعدين نحن 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 ونبغي في المساعدين نبدأ سئلتنا جميلة وكتعة جميلة فاشم الشاكل الصراحة أول جملة هتلاقي كلمة كراون وكلمة لاتن والكلام السالي بتاعنا لأن كلمة كراون دي كلمة التاج الزكرة الجملة اللي بعدها لما كبار السن للأسف يصابوا بهذا المرض بيبقوا في حالة خطيرة لأنه عندهم أثار وحشة تمام مريض السكر مريض السكر وكانت لكورونا مريض كانت لكورونا مريض كانت لكورونا للأسف تبقى حياته في خطر فعلا لما نكونوا مرتبكين تمام نشوفوا أقرب واحد ونسألوا نصيحة لا يجب أن تتأخذ أحد لأننا نؤمن يجب أن تشتاكلوا من حالة لا تخافش مكتوبة مكتوبة معلشة عندكم في المذاكرة سبورتس ومعناها برده عرف كلمة دوائر فقاقية عملة كلمة بلوبس حلوة منقول بلوبس فقاقية حاجات مجمع بلوبس سؤال الأسف صعبه في الامتحان ده تعبك شوية يلا يا مسيان ده بسنا عشان نحط النقطتين يا جماعة لازم أعد صح ولا مفيش حاجة اسمها جملة بالنقطتين فدي مستبعدة تماما خالص يعني استبعتها دي ولتحت برضو النقطتين دولة اسمهم كونان برضو هستبعتهم لاني مفعش كونان بعدها المنظر ده اللي أنا ألاقي كومة وبعدين ألاقي كونان تاني ما حصلتش قبل كده خانص ايبانا حاسس ان انت لو ركزت في الجملة نمبر سي هتلاقي كمة ويتش عايدة على ملك واللي بعدها هتلاقي كمة ويتش هنا عايدة على ليذر فهتلاقي الكوم هنا مرتبطة ببعدها كتسلس الرائع يلا يا مسيان ملك بقى ويتش تس is good جملة بعدها ويتش هنا متشفتنا للشوات والاكتاب يبقى كده كومة كومة رازقين مع بعض مسيين الكلام صح كمت فايلالي هنا من غير ما فكريك مع تفضلي السؤال نتفضلي السؤال ولا يبقى الكلام هنا عموما لما يساعد الكلام بسرعة والتدارة ويبقى الكلام هنا عموما يبقى الكلام هنا عموما لما تكلم وفي النهاية مدرستي الصراحة with uniforms بزي المدرسة بتاعها offers the equal environment في تساوي نفسنا كلها لبس واحد مش باين الاختلاف الطبقي من الغاني ومن الفقير دي للطلبة بتريحه نفسيا وتقلل كلمة حاجة اسمها الفردية ان احنا نروح بلد واحدة مفيش عندنا اختلاف طبقي دي قصد الجملة الصعبة دي دي معنى conclusion باختم الصراحة بيه اما الترجمة عندي جملتين جمل اول اول جملة the noise which is caused by modern civilization has a bad effect on our hearing يبقى لها تأثير سيء على السماع واضحة خالص number three ان الضوضاء التي تسببها المدنية الحديثة اللي modern civilization طلعنا بكلمة modern civilization الجملة التانية والاخيرة في هذا الامتحان يقول ايه؟ ها؟ ينبغي على الدولة العربية ان تتعاون اقتصادياً لتحقيق الرقاء للعالم العربي وحل مشكلاتها في الجمال العربي احلى كلمة الصراحة يا ولاد عاجباني هي الاولى طبعا هي الواضحة صح كلمة Arab League ليه الجامعة العربية Arab League الجامعة العربية في منتهى الجمال يبقى على بعضها Arab countries had to cooperate economically لان الفعل عايز حال to achieve prosperity ايه اللي تعبوا من كلمة الرخاضيات بيساو كلمة اسماء welfare for Arab world and solve their problems in the Arab League هنا بقى solve معناها يحل مش resolve ما تجيش خالص ديت تمام؟ وعندي هنا Arab world مش Arabic Arabic دي عربي he is speaking Arabic تمام؟ اما prosper غلط هي prosperity زي ما اقولت لكم بتحني اللي بعده راعة وده الاخير وراعع جدا جدا خاصة في قطعة الفهم بتاعته نبدأ باول جملة choice مباشرة خالص يا ميسا الله يكريمك ايه يا ميستر هنا؟ هو هنا بتكلم على despite رغم لانه عمره عشرين سنة تفضلي the financial stress meet the partnership اه هنا عايزة فعل في المصدر بين انته fall دي حالة من الحالات الجميلة الفعل ميك لو الكلام اكتف بيجواره مصدر بين انتهو مستر حسن made me write a letter لما ابدأ بميت buy i was made to write a letter يبقى الجملة دية معلشي خليها نجمة ونجمة جمال يلا بينا despite 20 years of success برغم من عشرين سنة نجاح ايه اللي حصل the financial stress made the partnership شفتي هنا التوتر اللي بنا كشركاء خلي البزنس يقع يسقط يفشل يبقى هنا fall اجابة جميلة تمام وليس too fall شكرا اللي بعدها اجابة جميلة نعم لان المنتجو اربطي في العظم ينجو من المنتجو من العظم برضو ما تنسح حلوة اجابة جميلة يگو يجمع المال وريز معناه يربي ماشيه ريز كاتل تمام؟ والرقم مضخم جدا 150.000 دولار لأعمال خيرية حلوة بقول لك امتحان سهل وحلو It's important for اها اها كميليه فورفيل يواكب التغيرات في السوم حلوة حلوة He said 2 سيت 2 تحاول أطول وست تبكى كما هي سبستة كما هي أفك الكوز بكلمة Z وممكن استعاني عن Z هو هنا استعاني عن Z في مبال انفرتات ومش موجود بالجملة دي متحركة من دارك تلاقيه ان ده اربط وعا تنسى شعراتي كلمة Z before أو The previous day وانت مغمد بالبست بيرفكت والله مش انت عارف يا ولا ان يصر دي بست بحاولي إلى Z before أو Previous day فعلى طول أربط كلمة Z before و The previous day بالبست بيرفكت تفضلي قال There had been an accident outside the supermarket the day before يبا لو انا عندي يستردي هاول ونت انما Z before أو Previous day هاول ونت إيه له هاتجان لو عندي يستردي هاول سو انما Z before أب هاتسين أربط Z before و The previous day بزمن اسمه باست بيرفكت شكرا على المعلومة الجميلة دي مستر بنأكدها في المراجعة At 9 pm الساعة 9 مبارح عادي عادي يمكن وضع الفعلين في البست كونتينوس إذا لم يكتأ أحدهم الآخر بدح في الجملة الجميلة دي زي جملة المشهورة هو I was explaining Arabic Mr. Ali was explaining French ودرسين شغالين مع بعض محد الشدع التاني At 9 pm سامير Was watching the news While his wife was shopping عادي يبه هو بيشاهد في الوقت ده الأخبار إنما زوجته بتتتسوق جميل يا ميس والله واللي جاي أحلى When we heard The great news لما سمعنا الخبر الجميل يبه كلامي ماضي تمام ساعتها ويقيت Don't say help cheering and dancing هنا ما قدرتش أمنع نفسي من رأس يبه فعلا كلمة متعرفواش يا أولاد I couldn't help myself اللي أساسا I can't help اللي قالها الملك لمستر راسندل You can't help looking like me مش هدي قدر تمنع نفسك بشبهي زي اللي قال بيشاه المذاكرة قال لي رايح يامني يقول لي مش قادر يا رايح مستر I can't help studying my lessons زي الشباب اللي ضاعدة سنته السنة دي على متشاط الكرة ليفربول وريال مدريد يقول I can't help watching the match مش قادر أمنع نفسي من مشاهدة هذه المباراة يبه هنا مش قادر أمنع نفسي من الرأس والتهليل والفرحة بعد ما جالي خبر جميل إننا مجموعة دخلنا طب أو صيد الله ممكن أسمعها أخرى عشان حلوتها تفضلي بيتقول ليه وين وي Here to the great news we couldn't help cheering and dancing 47 حبايبي جملة مول بيك الصراحة فانا همشي مع هوم لأنها عايد على مفعول بيه دي تنفع فاعل ومفعول بيه بس هوم موجودة خلاص هشتعل بهم طب ما زات من عارفهم تعارف تحل محله هو وهم وزات تحل محله فانا همشي مع عميين مع اللي أنا عارفه اللي أنا عارفه إن دي مفعول بيه أكيد مئة في المئة يعني أساس الجملة whom I met him شلتهم ليه عشان هوم وصلت بالسلام مفعول به تفضلي يا ميس هنا I was offered A job by the manager of the company whom I met at the interview يبقى أساس الجملة whom I met him والأحلة كمان ممكن نختار جملة فيها no pronoun ليه I met ممكن أقرأ من غير هوم كده خالص عشان أرتاح وأقول لعيالي برضو جملة حلوة I was offered A job by the manager of the company I met at the interview بس ساعد يحط بقى مي بقى أولاد يحط who's يحط which يحط what يحط نبور نعوان تبقى جملة محترمة مش الهبع اللي هو عمله لده محترم إله تمام الجملة دي برضو يا جماعة must تمام اتفضلي بيولي ها I must have been bitten by an insect my arm is itchy إيتش دي يعني في حكة كده في جلدي يعني عايز أهرش يعني يبقى فيه حشرة راستني دي استنتاجك صح إنما هنا إف حالة أولى يا جماعة فين هنا كان على طول أنا شايف استادي مع كان إف ساينسست ها استادي the rings of trees لو درسوا العلماء الحلقات السنوية بتاعت أي شجرة زي كان ها برمات المطاقات السنوية بتاعت نفسي جميلة برضو مني جميل Pit هالله الله أولادي حبابي هنأخدوها ألس أنا أساساً أغير مرأة الجملة أساساً أغير مرأة الجملة أساساً أغير مرأة الجملة فالدينية واضحة خالص يبقى ألس جملة معنى الحكومة مش ناوية تأخذ قرار الحرب إلي إذا انتهت كل الحلول البديلة مع أسيوبة اللي خلقنا الأيام دي يبقى دي معنى الجملة مش عايزة تخش الحرب الصراحة وحنا ناس بنحب السلام ألس كل الألترنتيبز لو فشلت كل الألترنتيبز هنخش في حرب طبعاً في المذكرة عن دكة الاسد ناصم على الشياء يبقى هنمشى جملة إيه معنى نختم بجملة جميلة عشان نبدأ قطعتنا باعة يلا بينا The police wanted To know what the dots before the power وبعداً انت عندك before يبقى انت من غير ما تفكر كتير انزل البل باست perfect اللي هو هاتهابن أقولك على حاجة هاتهابن دا فعلي لازم لأيومنا باسف هاتهابن دا فعلي هاتهابن دا فعلي لازم 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 To know what had happened before the quarrel شكراً أما القطع عن السوشيال ميديا وهي السوشيال ميديا جمح هو قال لي is a medium هنا مفروض البقار هنعده عالو اتفاضع لي هم؟ سوشيال ميديا is a medium to connect with people through the internet In this digital world everything is being based on the internet تمام يبقى انا بتكلم على الفيسبوك على تويتر على اليوتيوب دي كلها تبع السوشيال ميديا الغالب تاني الدكشينز كلها تقول جمح حالة خاصة تبقى مفرد وبعدين هو رجح في كلام وقالك is a medium يبقى هنا medium مفرد جمعها ميديا عارب تفكرنا يا ولا بفينومنان وفينومنا وداتا وداتم دي بقى خلاص عرفنا دي حاجة ديجية الالكترونية everything تفضلي everything is being based on the internet سوشيال ميديا للمرة التانية صمم تتعامل مفرد همشو هاله مفرد هميس انت سوشيال ميديا has brought اه يعني انا بنعز بعضينا عن طريق سوشيال ميديا دلواتي حتى في صفحات البقاء لله وبنهن بعض عن طريق السوشيال ميديا ونوفر مشاوير بسبب الفيسبوك it has been really easier to connect with anyone in the world it has both sides good and bad بيبان هتكلم فيما تبقى the pros and the cons of social media هلنبدأ طبعا بالمزايا الزرار lots of advantages هنا advantage معنى pros معنى merit بصي معنى upsides دي موجودين عندك في مذكرة كمراضيفات تمام وممكن نقوله السوشيال ميديا has has is a mixed blessing نعم مزاد حدين لها مزايا وعيوبها أو a double aged weapon برضو نفس الشيء تمام نتكلم عن المزايا عشان وقتنا يلا تمام هز تفضلي which might change your life and also some take advantage that can ruin your life او او هرجحتانى بقى اسكوت التالي اتباه التالي وقالت بتساوي برص انزل هنا 有دى التالي يبا continuous يبا دمرت يبا نسااااا طبعا نكمل يمس بقى whatever you choose you will face it according to states the biggest numbers of social media users are you انكو الشباب اللي عايشين عى السوشيال ميديا زراز زريز ها؟ A lot of good impact on them Impact هنا تأثير جيد بتسوي كل ما تتحوصينها أولاد اسمها effect وفكت ده ها بتسوي influence هو تنسوها برضو On them That I am going to share At first Social media is a place to spread knowledge and learn something new ماش انا بتكلم على موقع الاغبارية بالنسبة لي أو الرياضية أو يلا كورة تمام In the world of Blogging المدونات الجميلة Everyone is writing some interesting and informative content That might help you to learn something better ماشي وأنا أصبحت مدرس يوتيوبر دلوقتي بفيدكم على الشغل الجميل بتاعنا You'll be able To find lots of like-minded people شكرا تمام ناس شبهك في الدماغ يعني حلو نفس التفكير That is the best thing هنكمل تانا I think Beside بس وقتين أنا أعلكتها كgrammar Beside معناها يا أولاد In addition to ورغم أن يأتو بيجورها جيرانت خلي بالك بس هو أز والأز معناها وعلاء على سالك عكس جميلة Beside الولامينة Beside وعلاء على سالك Getting information About your job Hobby or profession Is another interesting thing in social media جميلة الفكرة الثالثة جميلة قوي هتقابلك كلمة Entrepreneurship ريادة في مجال الأعمال خلي بالك من هي بس هند Number three People Are building businesses These are depending on these types of platforms منصات يعني منصات موجودة على الفيس أنها تؤدي إلى رواج البيزنس اللي بين أبو صبحة معرض عمل صفحة على الفيس It is really Good and helps the youth to understand the leadership and entrepreneurship الرياء ده في مجال الأعمال لكمل With so many good Things There are some bad impacts also that could happen to anyone حلو الكلام حلو الكلام زي برضو Cyber pulling اللي هو البلطاجة في السايبر اللي هو التنمر وحد ممكن يهينك وحد يسوي استخدام الفيس زي الطلبة بتوع جروبات سنوية عاما ربنا يتاء منهم بيعملوا دعاية محرمة لناس عادي من الموهبة والكفاءة في التدريس ويعمل بقى voting وتلاقيه مدرس أحياء لسه ظاهر لي يكسح وحد بقى له خمسين سنة في التدريس ما صحش ده حرم شرعا تمام Cyber pulling It is a massive problem nowadays But we Can stay out of these problems ممكن نبعد عن المشاكل دي بالضمير شوية تفضلي بقى نبعد ازاي الوعي يا ولاد مهم Sometimes Young people get addicted to social media خلاص مها كلمة get addicted هخش عن مساوي اللي احنا وغدينها من ساعة ونص فاكر أول امتحان كان عن حاجة اسمها Internet addiction فاكر أدكت راجعة تاني تمام They make Lots of opposite gender friends يعني بنعمله عكس فعلا اللي هم الناس اللي زينا في نفس الايه سواء بنات مع بعضها سواء مع بعضها سواء مع بعضها اللي هو النوع نفسه تمام Start Spending time with them doing chatting ماشا Is that Kill time But they don't realize it Most of the students معظم الطلبة Face massive loss in study Social media Isn't a bad thing We just need to use it in a proper way شكرا حبيب وبكده نبدأ الأسئلة أول سؤال 52 What is The main idea of the third paragraph أي صراحة Third paragraph لو أريده بتركيز بتكلم على المزايا والعيوب لقد قلتها لكم A mixed blessing تنبأتها هنا Social media is a mixed blessing معناها لها مزاياها ولها عيوب أديكم لها جميلة اللي بعد according To the passage Dots are the biggest share of internet Users أقول لي أدلت لأن أدلت لأن أدلت هؤلت 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 المراهقين أو المراهقات هؤلت هؤلت الوعي يا أولاد هو الأساس لأن أهرب من حيثة التنمر والأدب كما نعمل كما نعمل الوعي جربات سنوية عامة للأسف بيتم استغلالها بطريقة سيئة جدا تمام هي بديت بنشر الوعي وأنا بشرح هنا كاسي سريع كده أول جملة فيه The تستخدم الأبوستروف عشان number P Show positions اللي هي أبوستروف S ملكية Mr. Hassan's suitability Mr. Hassan's car تمام أو number C indicate that omission of letters or numbers يبنى هنا الأبوستروف S ملكية لما أقول مثلا For example أدي ألوات أحمد ها وأنا كتب أحمد أقول أحمد إيه أحمد زي كار is very great أو لما أحذف حاجة لما أقول هنا هي أدي كتبت هي وهنا has كامل يا مستر a car يبدي أبوستروف ملكية أو it is ها كتبت أبوستروف is قدامك وأقول إيه it is reining الدنيا بتمطل حالا ببادية اختصارات لبعض الحروف يبقى الأبوستروف هنا مرة اختصار لإز و مرة اختصار لإهز أوكي تمام السؤال الثاني بردو جميل أو في الترجمة بيقول إيه تفضلي sports and the games strengthen our bodies strength is a verb تقوي الجسم و كمان إيه and refresh our minds تنعش العقل جميلة and teach us cooperation and patience يحميك ربنا بواضحة خالص تقوي الرياضة والألعاب أجسامنا وتنعش عقولنا وتعلمنا التعاون و ما تنساش الصبر له معناه patience آخر جملة أحلى جملة عرفة مصر دائما بإنها مهد الحضارة نظر أن التاريخات طويل والسري و نحن الآن مهتمون باستعادة أمجاد عجباني أهو كيمة جلوريز يا جماعة ورستور يا حبيبي يا سلام يبقي إيجبت ووز والنون أزا بص كده مهده جريدل of civilization يا سلام وما تجد قبل كده birth place of civilization for its long history we are interested in restoring يا جميلة our glories glories يعنيه المجد ما تستيش عارتنا جميلة حفظ أي كلمة جديدة أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أكون موفق معاكم في الحصة الجميلة ديت إن أحبكم في الله بابا حبيبك مستر حسن النجار شكرا أستاذ هند شونا على جهدكم معلش أنا كنت بطيء شوية ماشي معاك بالراحة لأن فعلا المادة العلمية داسمة أوعدكم إن شاء الله كمان ثلاثة أيام معك فيديو قوي جدا جدا مع مستر أدهم والحصة الساتة هتباح لبقى لنجيب لك مئة وعشرين من عند أنا اللي يكون الجمل اللي كانت صعبة في المتحانات السامنة العامة السابقة باي باي حبيب باي باي موسيقى